أعزائي من وصل تعليمنا من مجمع كفر نحوم عن كلمات يسوع المسيح عندما قال طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض فصفة الودعاء هي صفة يسوع المسيح وكلما اختبرنا يسوع وكلما كنا في محضر المسيح نتشبه بالمسيح بيكون عنا القابلية للتعلم والتدرب والتقدم اليوم في معرفة المسيح مكتوب يدرب الودعاء في الحق يعلم الودعاء طرقه لأنه طبعا قابل للتعلم الودعاء يتمتعون بحضور الرب بيتمتعوا بالرضى الإلهي طوبة للودعاء مكتوب لأنهم يرثون الأرض أي أرض طبعا يعني بما معناه يتمتعون بكل البركات لأن الوديع هو الشخص اللي اتحرر من روح الطمع أصلا ما بيفكرش في الأرض ولا في الأمور اللي بيطمع فيها من شهوات العالم أو شهوات الجسد لكن شبعان مليان بالرب فبيتمتع بالبركات لأنه تحرر من روح الطمع أصلا عندهم قناعة يرث الأرض الروحية وهذا المراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل هذه هي الأرض الجديدة التي يسكنها البر فالودعاء أحباء تحمل في معانيها ليس الحلم فقط اللي هو الصبر العميق والكنترول ضبط النفس وأنك تحط نفسك تحت السيطرة وأنك تكون قابل للتعلم لكن تحمل في معانيها كمان التواضع واللطف والكلمة كمان بتعني النبالة الشخص بيكون نبيل الكرامي الشهامي وهاي طبعا صفة الأقوية وأنيس الضعفاء يعني الضعيف اللي عنده الحلم هو أقوى من أي شخص يعني مش مالك روحه ومش عم بيتحكم في نفسه الودعاء أحبائي يعني المؤمن المسيحي سيرث كل شيء لأنه إحنا مكتوب عنا لأننا ورثة المسيح نرث الأرض الجديدة والسماء الجديدة طبعا اللي بيسكنها البر وسنملك مع المسيح إلى أبد الأبدين الودع كمان هو الذي يراعي شعور الآخرين بيهتم بإحساس الآخرين مش عم بيهمش ولا بهشم مش عم بيجرح ولا بيشوه مش عم بيقبح دايما بيشوف الصورة الحلوة بيشوف الصورة الجميلة فالشخص الودع اللي عنده بساطة قلب عنده نية صادقة وقلب نقي وطاهر من جوا بيحمل فيها صفات اللطف والأحشاء والرأفات في داخله لأنه خلاص عنده تحكم والروح القدس عم بيعطيه الثمر وبيعمل فيه بيجمله بيهذبه وبيقدسه حتى يكون أكثر مشابه صورة يسوع المسيح بيضبط نفسه بيتحكم في عواطفه وأكيد سيحصل على بركات وفيرة فسؤالي في الختام هل تحتاج أن تروض نفسك من الأطباع الشرسة لتصبح أليفا أنا بتكلم طبعا من ناحية روحية تصبح أليفا وديعا حليما لطيفا متواضعا هذا يتطلب عمل الروح القدس في داخلك شكرا